مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين وزي ما يقولوا المصريين انا لما بغيب ما بغيبش اوانطا ان شاء الله يكون نطقته صح بقد واليوم قفت لكم طريقة وبدأنا يلا بالوصفات طريقة الزربيان بس مش اي زربيان يعني صح اني نزلتكم طريقة الزربيان بس انتم طلبتوا الزربيان بلحم العقل واليوم عملت لكم اياها بلحم العقل وكيف تختاروا اطراء يعني حتة بلحم العقل زي ما يقولوا المصريين انا استخدمت لحم العقل اليوم عشان اكتركم طلبتوا مني واول حاجة في الزربيان البصل يعني زربيان يعني بصل اذا انت ضبطوا الكمية ضبطوا تحميره انت بتطلعوا باحلى زربيان صخنت الزيت انا استخدمت نص كوب زيت انا ما قليش البصل على زيت كثير لانه الزيت هذا بطبخ فيه كمان بضيفه يعني لازم على نار هادئة تحمروا البصل اذا حمرتوا على نار عالية وحرق البصل بطلع معاكم مر سبب انه البصل يتحمر على نار عالية يطلع البصل مر وكمان الزربيان لازم يكون اللون البصل بني تمام لازم بني غامق مش بني محروق لا بني غامق جدا الان بحط البهارات الصحيحة وكل شي بكتب لكم اياها بصندوق الوصف اول ما تبدو انه البصل شفتوا يبدأ يتحمر خلاص متفكوش يدكم منه تقسو تقلبوا 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 لما يوصل للبني الداكن عرفت انتم بتشوفوا لونه كيف الان بحط ثوم اني حطت تقريبا نص راس ثوم لان الثوم هذا في مصر قوي جدا فهمتوا فاني عملت نص راس خلاص وقلبتو كده الان بطفي النار شفوا كيف وهذا الزيت اللي خرج منه لاني بس تخدمه بعدين بالرز الان اش بس سوي بطحن اللي البصل بعد ما يبرد شوية بطحنه على شوية ماء اني تقريبا الخلاط يعني ميتحملش عندي كمية فما ضفت الزبادي تقدروا تضوفوا الان الزبادي الان عندي البطاطا طبعا انتبهوا تقطعوا البطاطا البطاطا بس شرخوها عملوها كده شفوا بالسكين تشريخات بسيطة مش توصلوا لداخل بس شي بسيط يعني شروخها بالسكين بس ما تتقطعش البطاطا والان بضيف رشة من الصبغة ورشة من الزنجابيل وكمان بعمل رشة من اللومي المطحون البعض ما استخدمش لومي يستخدم ملح الليمون بس انا استبدلت الملح الليمون باللومي المطحون وانتم راجع لكم الان في قدر الضغط بضيف اللحمة لحمة العقل انا استخدمت لحمة اسمه السن جهة من العقل اسمه السن تمام لما تروحوا عند قزار قولوا لنشتي السن اللي قال لي على اللحمة قزارة مصرية اسمه كبدة هي مشهورة وفعلا طلعت اخدي السن قال ليه ده وفعلا طلعت قدر رهيبة وحطت كمان من اللي طحنته البصل وحطت ملعقتين زبادي فقط شوفوا اذا زاد الزبادي ما يطلعش الزربيان بني تمام ممكن تستبعدوا الزبادي او تعملوا ملعقتين اني بعمل كوبير رز فعملت ملعقتين كبيرة من الزبادي وحطت خلطات الزربيان وكمان بضيف الآن ماء طبعا الماء تقدروا تضوفوا مع البصل لما تخلطوا بس اني الخلط كان صغير فما قداش اضف كمية اضفت شوية بس عشان ينخلط لي وبعدين كملته مع الضفته الآن وكمان الزبادي تقدروا كمان تضوفوا اي وقت الزبادي تضوفوا اما الآن او مع خلطة البصل والآن بضيف البهارات اللي هي بهارات السبعة وحط لكم ياها بصندوق الوصف واضيف كمان ملعقة صغيرة من الزينقبيل او نصف ملعقة صغيرة من الزينقبيل وكمان اللومي زي ما قلتكم اللومي المطحون بديل زهر الليمون او ملح الليمون استبدلوا ليش لانه يطري البطاطا يطري اللحمة كده فهمتوا حتى ملح الليمون يطريها زمن كانوا سووها الآن بضغطوه نصف الوقت تمام بعد نصف الوقت الآن لاني ليش مش عارفة كيف سوى اللحمة ما اضفتش الملح الآن بضيف الملح الآن بتفقد البطاطا كيف تستوي بسرعة اللحمة كيف تستوي لما شفت انه بقي لشوية خلاص اضيف ليه الملح طبعا الملح اني استخدمت ملعقتين صغيرة لانه البطاطا ما شاء الله كبيرة وتسحب الملح وانتم تضوقوا طبعا الآن اني اول ضغطوه ربع ساعة وفتحت وضفت له الملح والآن بضغطوه نصف ساعة تمام على نار هادئة الآن شوفوا غليت ماء وببدأ ايش غسلت عندي هنا كوبير رز غسلته تمام اكتر من مرة بعد نقعته بماء مغلي زي ما شفتوه وملعقة كبيرة من الخل تمام وخلي 20 دقيقة وهنا ما شاء الله بعد نص ساعة شوفوا ما شاء الله كيف اتفقد البطاطا اشوف طرد تمام اللحمة خلاص مستوية خلاص الآن ايش باقي ببخر الزربيان هنا عندي فحما كده وبحط له من زيت البصل وتمام بغطيها طبعا التبخير يكون بس خمس دقيقة انتبه يزيد اذا زاد التبخير ما يطلعش حلو يبهذر الزربيان زمان كانوا بالحطب ما عدي بخروش الآن عندي الرز خلاص صفيته من الماء والخل وبديت احط له ماء حار وكمان ما غلي يعني وملح اعدين الملح على كل كوب رز ملعقة صغيرة ملح تمام وحط له ملعقة صغيرة من زيت البصر وخلوه يغلي على اعلى نار عشان تتفتح حباته ويطول لازم يغلي الرز شوفوا كيف عشان حباته تطول ويكون الدست او القدر كبير اللي تغلو فيه اول ما تشوفوا انه الرز حبته طارت واستوى خلاص صفوا من الماء والآن بحط الكشنا حق الزربيان البطاطا اللحمة شوفوا كله اول رصه تمام وشوفوا كيف الخلطة لازم يكون كده السائل له خفيف مرة وله تقيل مرة نفس كده يكون والآن بضيف الرز كامل انتم تقدروا تعملوا زي زمان انا علمتكم تعملوا طبقة رز بعدين كشنا بعدين رز طبعا لازم تخدو البركة اللي بقت بالدست الضغط او قدر الضغط حطوا لما العقاء رز وخدو منه كامل هنا الطعم والله والآن اش بسوي بضيف الزيت زيت البصل من فوق وكمان بضيف صبغة طبعا اني نسوي صبغة برتقالي وصفراء تمام بس ما عنديش مشداري فين الصبغة الصفراء وكده بعمل فتحات بالرز عشان انتبهوا بس تكسروا البطاطا عشان يعني البخار يطلع وهنا عندي ورقة زبدة ابله بماء واعصره وحط من فوق عشان تكمري تمام الرز خلاص اغطي وحط تحت حديدة وخليه انكمل 20 دقيقة الى 25 دقيقة على شمعة تمام على شمعة شمعة على شمعة يعني على نار هاد اقدا وتعالوا بعد 25 دقيقة او 20 قبو دقيقة يا سلام اش اقول لكم الريحة بس شوفوا المساعد عندي خلاص قدو قوعان وهنا ما شاء الله المساعد يقلب لي يقلب لي وما شفته خلاص قدو بيعصد لي الرز وبيكسر لي الرز قلت له اسمع حبيبي وقف 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 اقلو بالدست قلت له الرجال قوعان ويحفر من تحت من تحت تمام اشتقلو احط البني من فوق واشوفوا اللي يقلب فقلت له قلو بالدست خلاص حط الدست وقلبنا الدست واش اقول لكم الريحة ملا اقول لكم ايش كان زربيان مخادر تعرفوا الزربيان مخادر هاداك قلت لكم الطباخ اللي يقي عندكم عرص مخدرة يقي يطبخ لكم بالبيت ذاك هذا هو والله من قلد الزربيان كده مع العشار بس كانت ناقصة الهلوة الهلوة بس ما كانش عندي سميد كون نفسي اعمل لكم الهلوة ولا حتى عطرية عندي ما عندي الشعيرية بس انتم سووا الهلوة موجودة طريقتها والشعيرية كمان موجودة طريقتها العطرية ايش اقول لكم الطعم طراوط البطاطا ولا اللحمة الدايبة حاجة جدا روعة واذا ما اكلتوش الزربيان بيدكم انتم ما اكلتو الزربيان كده تاخدوص البطاطا مع العشار اهم حاجة العشار شوفوا هنا عندي اني العشار طريقتين منزلة في القناة عشار بالبسباس الاخضر الفلفل الاخضر وعشار بالبسباس الاحمر اللي هو الفلفل الاحمر العدني وماشاء الله الاكل كان سخن كده حامي اللحمة والبطاطا كنت مش عارفة اكل وكمان ريحة الاكل واصلة للعمارة كامل اليوم المصريين اللي في العمارة شموا ريحة الزربيان اكيد بالعافية ليولكم ادعا قبكم الفيديو لا تنسوا الاشراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنز حلو منكم مبارك عليكم الشهر الكريم وربنا يتقبل منكم صيامكم وقيامكم وصالح الاعمال يا رب اشتركوا في القناة